بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهيشري سنواسل شرح مقرر كيميو عضية واحد سنمر إذن إلى الجزء الثالث من المحور الخامس حيث سنقوم بشرح أهم تفاعلات الألقنات إذن التفاعل الأول بالنسبة للألقنات يتمثل في إذن تفاعل الاحتراق أو الأكسادة إذن باستعمال الأكسجين يتحول الألقان إلى ثاني أكسيد الكاربون ويعطينا الماء بالنسبة للتفاعل الثاني هو هالجنة الألقنات ويتم إذن تحويل الألقان إلى هاليد الألقان وذلك باستعمال الهالوجينات وكذلك استعمال الضوء إذن خلال هذا التفاعل إذن يتم كسر الرابطة المتجانسة بين عنصري الهالوجين باستعمال الضوء وبالتالي الحصول على شقوق حرة خلال المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية يتفاعل الشق الحر للكلور كما تلاحظون مع غاز الميثاين حيث يتم في هذه العملية كسر متجانس بين الكاربون والهيدروجين وخلال هذا الكسر المتجانس أي أن عنصر الكاربون سوف يسترجع الإلكترون وكذلك الأمر بالنسبة للهيدروجين فنتحصل بالتالي على الرابطة بين الكلور والهيدروجين إذن الـ HCL ونتحصل على الشق الحر للميثايل ثم في المرحلة الثالثة من التفاعل يقوم الشق الحر للميثايل بالتفاعل مع الكلور في التفاعل التالي ونلاحظ هنا إذن سيتم كسر متجانس بين الكلور والكلور وبالتالي إذن يصبح لدينا كلور أو الشق حر لكلور مع الكاربون هنا ويصبح لدينا رابطة إذن بين الكاربون والكلور ونتحصل بالتالي على الهيدروجين الألكيل التالي وشق حر لكلور إذن التفاعل الثالث هنا بالنسبة للألكنات يتمثل في معالجة الألكنات بحمض النيتريك أو ما يسمى بالنترنا وفي هذا التفاعل تتحول الألكنات إلى نيترو ألكان وذلك إثر تفاعلها مع حمض النيتريك عند درجة حرارية عالية تتمثل في أربعمائة درجة حرارية خلال هذا التفاعل يتم خروج مركب الماء من انتلاقا من الدمج بين الـ H و O H لحمض النيتريك وكذلك الدمج بين الكاربون والنيتروجين ونتحصل بالتالي على النترو ألكان التالي و H2O التفاعل الأخير هنا يتمثل في عملية السلفنة ويتم ذلك كذلك في درجة حرارية عالية 400 درجة مئوية وذلك بمعالجة الألكان بحمض الكبريتيك ونتحصل في نهاية التفاعل على السيلفو الألكان المتمثل في السيلفو بروباين التالي وذلك من خلال التفاعل بين البروباين مع حمض الكبريتيك وفي الدرجة حرارية العالية حيث يتم دمج بين الهيدروجين والأواتش لحمض الكبريتيك ونتحصل على الماء ثم في نفس الأمر يتم دمج بين الكاربن والكبريت ونتحصل إذن على السيلفو بروباين التالي ترجمة نانسي قنقر